للتعليق على هذا الملف تنضم إلينا الأستاذة رتيبة ناتشا عضو هيئة العمل الوطني والأهلي الفلسطيني أستاذة رتيبة يعني بداية بعد التحية يعني هناك حالة من احتفاء الصحف العالمية بمقتل الصنوار والدعاء من الجانب الإسرائيلي أنه حقق انتصارا كيف ترين حقيقة الموقف خاصة وأن المقاومة سواء في غزة أو في لبنان أعلنت أن التصعيد سيضعف وهو قادم نعم أولا تحياتي إلك ولجميع المستمعين وأعتقد أن الصحافة الأجنبية لم تستوعب خلال السبعة عقود الماضية العقلية الفلسطينية العقلية الفلسطينية المبنية أولا على أساس حب الحياة وبالتالي ليس فقط البقاء على قيد الحياة وإنما حب الحياة الذي يدفع فيه الإنسان لربما حياته أحيانا وهو يبحث عن أن يعيش الحياة وأن لا يكون فقط على قيد الحياة وهذا هو الدافع والمحرك الأساسي في المقاومة الفلسطينية وهي في كل أشكال وفي كل مراحلها خلال السبعة أو ثمانة العقود الماضية لم تكن أفقية أو تعتمد على شخص معين أو شخصانية معينة وبالتالي في التاريخ الفلسطيني كان هناك استشهاد لعدد كبير من القيادات سواء كانت الميدانية أو السياسية أو الروحية أو المعنوية وثم اغتيال بعضهم من إسرائيل التي تتفنن في الإغتيالات ولكن وفاة السنوار انصحت وتأكدت هي ليست انتصارا للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية ولفنونها المتعددة كمخابرات إسرائيلية في فنون الإغتيالات التي تمارسها داخل الأراضي الفلسطينية وحتى في كل أنحاء العالم لأنه ما شرع من الرواية الإسرائيلية بأن مقتل السنوار كان أثناء قتاله وهو يدافع عن نفسه وعن أيضا المعركة التي أشعلها وتولى قيادتها وبالتالي وفاة السنوار استشهاد السنوار لن تغير كثيرا في المشهد لا المشهد الفلسطيني ولا حتى في المشهد الحمساوي ونحن أصلا نعلم أنه عند تولي السنوار أو إعطاءه مهمة جديدة خلفا لإسماعيل هنية بعد اغتيال إسماعيل هنية بأن يكون رئيس المكتب السياسي وقائد حركة حماس في الداخل هو بالبداية رفض لأنه كان في حالة اشتباك وأعطى الكثير من صلاحياته ومهامه لمن حوله بمعنى غيابه لا يؤثر ولا للحظة واحدة لا في الاستراتيجية ولا حتى في التكتيب لحركة حماس أو حتى لحق الشعب الفلسطيني المتطلع للحرية والمقاومة هذا من الجانب الفلسطيني من الجانب الإسرائيلي حتى كلمة نتنياهو المقتضبة التي لا تنبل ربما عن رؤية بعيدة الأمد في الأمس ولكن كانت واضحة بأن السنوار نعم قد مات وهذا جيد وانتصار ولكن المعركة لم تنتهي لأن بن يمين نتنياهو لديه أهداف كبيرة جدا من هذه المعركة وليست الأهداف المعلنة بالقضاء على حركة حماس واستعادة الأسرة التي لم يسعى إلى أي منهما يعني حتى الصدفة التي جعلت وفاة السنوار تكون بالأمس أو أول أمس إذا صحت هي أيضا صدفة ليست مقصودة وليست مخطط لها من المستوى السياسي الإسرائيلي الذي كان يتحدث ويرسم للإعلام الإسرائيلي بأن السنوار يتحصن في أحد الأنفاق ويفخخ نفسه مع عدد كبير من الأسرة ولذلك نحن لا نضعه على لائحة الإغتيالات أو لا نسعى لإغتياله حفاظا على أرواح الأسرة الإسرائيليين وبالتالي اليوم نحن نتحدث أن هذه الرواية الإسرائيلية انهارت ليست صحيحة انكشاف تام لبنيمين نتنياهو ليتحدث لماذا لا يضع قضية الأسرة على أولوياته ويحاول أن يفشل كل صفقة للأسرة واليوم حتى ما يتحجج به بأنه لا يستطيع إغتيال السنوار لأنه محصن بالأسرة ثبت عكسها وبالتالي لا أرى أي انتصار لجانب الإسرائيلي في هذا الجانب ولا أعلم كيف سيبررون هذا الانتصار وأعتقد أيضا أنه كان هناك تسرع لربما من الجانب الميداني والعسكري في الإعلان عن وفاة السنوار لربما لو ترك الأمر للمستوى السياسي لأخرج وفاته بطريقة مختلفة وحاول أن يستثمر على الأقل بهذه الوفاء وهذا الاستشهاد بطريقة سياسية أفضل لنتنياهو لنصره المطلق الذي يبحث عنه يعني في نظر تيبا في الظل التكاهنات بالمستقبل والسنوارات القادمة نحن أمام عدة رؤى للمحللين البعض يرى أنها الفرصة السانحة لتوحيد الصفوف الفلسطينية البعض الآخر يرى أن المقاومة سستمر وربما رقعة الصراع تتسع البعض يرى أن الولايات المتحدة تتحدث عن إيقاف للحرب واتفاق وهدن مستدامة ودعم متواصل استخباراتي وعسكري للجانب الإسرائيلي الجيش الاحتلال ورئيس الوزراء وحكوماته المضطرفة يعلنون أنهم موضون في هذه الحرب أي السيناريوهات هذه أقرب إلى الواقع في المستقبل القريب؟ يعني أولا بعض هذه السيناريوهات هو ليس متناقدا مع بعض البعض يمكن أن يمشي بطريقة متوازية بمعنى المصالحة الفلسطينية وجهود توحيد الساحة الفلسطينية ما زالت مستمرة وكان هناك لقاءات حتى قبل فترة قريبة جدا في القاهرة وكان في حتى تصريح بالأمس أيضا لحركة حماس وهنا مستعدة أن تعطي منظمة التحرير أن تكون المسؤولة عن إدارة قطاع غزة ولا مشكلة في هذا وهذا كان عائق لربما كبير جدا من سيكون أسبق دخول حركة حماس للمنظمة أو تولي المنظمة شؤون قطاع غزة وأعتقد أن هذه التصريحات تقرب جدا توحيد الساحة الفلسطينية وتقطع الطريق على الكثير من الذين يستغلون هذا الانقسام وبالتالي أيضا فكرة استمرار المقاومة هي أيضا فكرة بدء المقاومة وانتهاء المقاومة وليس فقط متعلق بالجانب الفلسطيني أو الإسرائيلي نحن في حالة مقاومة دائمة كشعب فلسطيني يبحث عن الحرية والاستقلال ولكن نتخذ أشكالا مختلفة بالمقاومة حسب الحالة وحسب الظروف الموجودة ما نواجهه اليوم في قطاع غزة هو هجوم إسرائيلي عسكري ناري يحاول تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين وقتل أكبر عدد منهم وهذا بحاجة إلى حالة اجتباك مقاومة تختلف لربما حتى عن ما هو موجود في الضفاء الغربية أو ما كان موجود قبل عام أو عامان أو قبل عشرة أعوام من الطرق التي كنا نسلكها في المقاومة وبالتالي توحيد الصفء الفلسطيني هو سيقود إلى توحيد جهود المقاومة بما هو أفضل للحالة الفلسطينية وللأوضاع أيضا المحيطة بالأراضي الفلسطينية في منطقها الجغرافية المختلفة بالنسبة للجانب الإسرائيلي أهدافه واسعة جدا لا يمكن التعويل على الأقوال الأمريكية غير المقرونة بأي أفعال فهي دائما تتحدث عن إنشاء الدولة الفلسطينية حل الدولتين وضرورة أن تحكم السلطة الوطنية الفلسطينية قطاع غزة ولكنها لا تؤدي أي جهود حقيقية لمنع التسلح لإسرائيل أو دعمها سياسيا أو حتى قانونيا للاستمرار في قطلها للشعب الفلسطيني وتنفيذ مخططها في التهجير والإعادة احتلال قطاع غزة والضفاء الغربي نعم أستاذ رتيبة ناتشا عضوة هيئة العمل الوطني والأهل الفلسطيني بشكرا شكرا جزيلا على هذه المدخرة على هذا التحليل كنت معنا مباشرة من القدس على شاشة قناة أني للأخبار